587 الف لاجئا في ألمانيا قادرون على العمل لكنهم لا يعملون ويتلقون مساعدات اجتماعية بمجموع قدره 436 مليون يورو شهريا أثارت هذه الأرقام الصادرة عن وكالة التوظيف الاتحادية حفظة سياسيين في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فاقترحوا إجبار اللاجئين العاطلين عن العمل على العمل التطوعي غير المأجور الصعوبة الأكبر هي نقص بالدعم من طرف الدولة وليس تقصير من طرف اللاجئين المقام الأول وأهم شيء هو الاعتراف بالشهادات في عنا نسبة كبيرة من السوريين والسوريات عم يجوا على ألمانيا بخبرات كتير كبيرة ولكن عم يتم توجيههم لمجالات هي مانا مجالاتهم مثل العمل بالمخازن أو العمل بماكن أخرى ما بتتناسب مع مؤهلاتهم بالمقام الثاني الدعم من مكتب العمل مكتب العمل ما عم يقدم استشارات وافية لهذه الأشخاص وعم يكون الاستشارة مبنية على حاجة سوء العمل القصوى يعني عم يكون بمجال الرعاية الصحية للمسنين أو مجالات تانية فعم يكون الاستشارة محصورة بهذا المجال مرتبة الأخيرة عم يكون الاحتياجات الفردية للأشخاص سواء من دعم نفسي لأشخاص مع المتلازمة بعد الصدمة أو احتياجات أخرى ما عم تضغطها من قبل الحكومة لم يقتصر الأمر على التصريحات فحسب بل إنه بات في طريقه للتطبيق في مقاطعة بادفوتنبرغ وقد يمتد إلى مقاطعات أخرى يديرها حزب الاتحاد المسيحي المعارض حالياً والساعي إلى العودة إلى الحكومة في الانتخابات المقبلة نحن بالوقت الحاضر بجوء متطرف بالسياسة الألمانية فيه أن حزب بديل الألماني يزيد أرقامه وحزب الاتحاد المسيحي عم يفوت مواضيع بالنسبة لموضوع اللاجئين وبالنسبة لموضوع الأجانب أجمالاً بألمانيا هو أجمالاً موضوع تطرفي قاسي تجاه الأجانب وتجاه اللاجئين كمجموعة فنحن بنعد هذا المطاليب تمييز عنصري ما شفنا اتحاد المسيحي بحياته طلب طلب بخص الشعب الألماني كله لأن أرقام الأربايتسلوس يعني الأشخاص قاعدين من دون عمل هن أكتريتهم ألمان من الأصل ألمان لما حداً بدوا يصرح هيك قوانين يأما بيكونوا على الكل يأما نحن بنعدهم لما يكونوا على مجموعة معينة هيدول قوانين متطرفين عنصريين يشكل السوريون بواقع ثلاثمائة وواحد وعشرين ألفاً النسبة الأكبر من اللاجئين العاطلين عن العمل في ألمانيا ولا شك أن بعضهم يرفض العمل أو يفضل العمل الأسود لكن خبراء اندماج رون أن هذه الأرقام تبقى مقبولة بالنسبة إلى جالية بات عددها يناهز المليون ولم يمضي على وجودها بضع سنوات في البلاد يرى البعض في مثل هذه التصريحات لعباً على الأرقام إذ أنها تنطلق من مغالطة تفترض أن كل اللاجئين وصلوا إلى ألمانيا في العام 2015 ويتجاهل أصحابها حقيقة أن مئات آلاف اللاجئين لم يمضي على وجودهم فيها ما يكفي لانخراطهم في سوق العمل بشير أحمد تلفزيون سوريا دورت موند ألمانيا